انطلق حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب يأتي ذلك من خلال احتفالية على المسرح الذي أقيم خصيصاً بمارينة اليخوت وسط البحر بحضور نجوم الفن انطلق حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب وذلك من خلال احتفالية على المسرح الذي أقيم خصيصاً بمارينة اليخوت وسط البحر وحضرها السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان والدكتور خالد مسعود نائبا عن وزير الشباب والرياضة مهرجان هناك أعتقد أنه هو هيخدم على السياحة ويخدم كمان يعني كمان سلط الضوء أنه ممكن يجوا يصوروا دراما وأفلام سينماية سينماية ده اللي بنجري فيه دلوقتي وبنركز فيه أن العالم كله لي ما بيجيش إحنا عندنا كل الإمكانيات العظيمة سواء صحرة أو جبال أو بحار أو شواطئ كل الإمكانات المقاومات النجاح موجودة أن هما يجوا يصوروا الأفلام العالمية والدراما العالمية يجي تصور عندنا في حوالي مثلا أحاجة وسبعين فيلم من كل دول العالم معظمة من حوالي 32 دولة في لجنة كانت بتختار الأفلام مجموعة من الشباب مختار مكتب فني كله الحمد لله كان من الشباب السنادي مخرجين صحفيين طلبة أنا كنت بدرس لهم في الكلية كنت بدرسوا ما تتحرفية السيناريو على تواصل بالسينما فنسفها كويس أوي فالحمد لله اختيارات الأفلام كانت على مستوى الحدث يعني إن شاء الله إدارة المهرجان قدمت لجانة تحكيم المسابقات الأربعة لجمهور المهرجان كما شهد الحفل تكريم تجارب سينمائية ملهمة للشباب وهم الفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود والمخرجة ساندرا نشأت والمنتج هشام عبدالخالق وتم إهداؤهم شهادات التقدير وقناع الفرعون توت عن خآمون يعني أنا بتشرف بهذا التكريم ومبسوطة إنه عم بتكرم اليوم من مصر ومن الغردقة ومن مهرجان الغردقة لسينما الشباب فبشكرهم من كل قلبي يعني مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظر مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وتعقد دورته الثانية في الفترة من التاسع عشر وحتى الرابع والاشين من سبتمبر ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقات لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ